اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الظاهرين وصحبه أجمعين نبدأ على بركة الله الدعاء كالتالي يا رب اللهم انتقم من الظالم في ليلة لا أخت لها وساعة لا شفاء منها ونكبة لا انتعاش معها وبعثرة لا إقالة منها وناخص نعيمه وأره بطشتك الكبرى ونقمتك المطلع وقدرتك التي هي فوق كل قدرة وسلطانك الذي هو أعز من سلطانه وأغلبه لي بقوتك القوية ومحارك الشديد وامنعني منه بمنعتك التي كل خلق فيها دليل وابتليه بفقر لا تجبر وبسوء لا تستره وكره إلى نفسه فيما يريد إنك فعال لما تريد يا رب اللهم عليك بمن ظلمني اللهم أسقم جسده وانقض أجله وخيب أمله وأزل ظلمه واجعل شغله في بدنه ولا تفكه من حزنه وصير كيده وأمره إلى الزوال ونعمته إلى انتقال وجده في سفال وسلطانه في ضمحلال وعافيته إلى شرم آل وأمته بغيضه إذا أمته وأبقيه لحزنه إن أبقيته وقني شره وهمزه ولمزه وسطوته وعداوته فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا يا رب الظالم ملك أسباب القوة في الدنيا وأنا عبيدك لا أملك إلا إيماني بك وتوقلي عليك ودعائي يا رب إن الظالم جمع جنده وسلاحه وسجونه وسنازينه ومنع عني الأهل والأحباب وتركني في ظلمة السنسانة على الأرض والطراب وأنا عبيدك جمعت له ما استطعت من الدعاء يا رب تمنيت لمن ظلمني الهداية والتوبة وتمنى لي هلاكي وتدميري ولا حول ولا قوة إلا بك فمن يا رب على دعوتي عبيدك المسكين الفقير بيعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين أحبائي في الله إذا أتممتم الفيديو إلى الآخر المرجو منكم ترك تعليق والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم على الواتساب ليستفيد غيركم شكرا لكم ومبارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر